نتكلمنا عن محمد صلاح لازم نتكلم بقى عن زمنا فاروق صلاح زمنا فاروق صلاح هيكون ليه لقاء دلوقتي حالا مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وحديث عن زيارة بنجادة لمقار النادي الاهلي بالجزيرة فاروق صباح الفل عليك تفضل احنا سمعينك مدينة نصر عفواً صباح الفل يا نواند وصباح الفل على كل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة على قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا في أرض المستقبل ومستقبل للنادي الاهلي وبكرة بتاع النادي الاهلي وهو قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ويعني زيارة هامة جدا للمستر فينجادة المدير الفني للاتحاد المصري برفقة الكابتن محمد وهبة مساعد المدير الفني للاتحاد المصري زيارة هامة جدا يكون موجود ويزور للنادي الاهلي وتفقد ويثني على الكثير من الأمور الموجودة في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اعتقد زيارة لها أبعاد كتير لكن هيقدر يحطنا في الصورة أكثر الحارس الأمين أنا باعتبره الحارس الأمين على مستقبل النادي الأهلي والكابتن خالد علي محمد الأمين كابتن خالد بيبو كابتن خالد ده برحب حضرتك على شاشة تقناة النادي الأهلي وبقول إحنا هنا في المستقبل في بكرة بتاع النادي الأهلي كابتن خالد بيبو خليني أقول لك ثقة كبيرة جدا من المجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط في وجود الكابتن خالد بيبو على رأس منظومة قطع نشين في الندلاء تجينه السنة يعني برضو مش عايز انسا اشكر طبعا الدكتور حموظ سعد انه قام بدور كبير جدا في الفترة اللي فاتت وكان معنا على تواصل في الفترة اللي كان موجود فيها واحنا هي الدنيا كده احنا كلنا بنتواصل مع موجود برضو بشكر الاتحاد طبعا انه فكر يجيب لنا مصر في انجادة مدرب محترم وانا شخصيا اللي عادت صادف عارف تفكيره صديقي بقى كانت نحمد واهبا يعني حاجة سعيد جدا انه موجود في المكان ده لانه هاي ساعدنا كتير قوي ويساعد قطاع القورة كله انه هايشتغل بشكل كويس فزيارة كانت مهمة جدا بنسبانا اه كلمنا في التفاصيل كتير قوي وشافوا المكان وشافوا تجهزاته وطبعا يعني انا هسيبكو هم طبعا هم يقول لكو انطباحهم ايه عن الزيارة انما كان يهمينة جدا انه احنا الناس تجي تشوف على ارض الواقع حنا شغالين ازاي السلسام اللي احنا شغالين بتجهزاتنا استعداداتنا للموسم الجديد وطبعا طلبين منهم حاجات كتيرة جدا فنتمنى انه هما يحققوها عشان نقدر ان احنا نعمل موسم بشكل كويس كابتن خالد في نقطة مهمة جدا او اعتقد هي يعني امر لقص تحسان مستر رفينجادة وهي وجود وحدة خاصة بالقياسات البدنية للعبين النادي الاهلي والامر ده بتم قياسات بدنية للعبين قبل الانطلاق المسابق وبعد انطلاق المسابق ودي من الامور اللي مش موجودة في اندية كتير جزء كبير جدا يعني بيقع لمجلس قدرة النادي لانه هو لبى طلبات الكابتن خالد بيبو في وجود هذه الوحدة بص عشان نبقى متفين يعني لا يمكن اي حد ينجح في النادي طولة لو مش مجلس قدرة مساند ومساعد ومركز يعني انا اول انبالح كابتن خطيب كان هنا مجودة الساعة واربع الصباح هنا في الملعب يعني جي في معاد التجمع بتاع اللعيبة والمدربين فهو يعني مش عز اقول لك يعني الزهرات يعمل ازاي مع الولاد ومع المدربين وازان هو حاسس بيهم ومش بقول لهم انتو بس اللي بتصحوا بدر يعني طبعا فيه ناس كتير بتقول لك ادن بتصحوا ساعة خمسة الصباح وبالتمرين ستاعة ستة فالكلام ده بيبقى جديد على ناس كتير ايه بتستغربوا لما حتى حتى بيقول لك التمرين امتى انما الكابتن خطيب قال لهم انا معاكم يعني انا معاكم اتكلم معاهم اتصور معهم مش عز اقول لك حطت نفسية الولاد وبدأت موسم رائعة للولاد شكرهم طبعا الموسم اللي فاد وقال لهم مستنين موسم احسن وفكرة بقى ان الولاد بيشوفوا كابتن محمود خطيب في التمرين التمرين كانت مولعة مش عز اقول لك يعني الاصابات هو كابتن نفسه يعني قال لي لا انا همش لان نحس ان الولاد كانوا يعني رتب التمرين عالي شايفه كابتن محمود خطيب في الملعب فطبعا يعني هو حلم بالنسبة لنا كلنا يعني هم بابوا موجود في الملعب فطبعا كان التمرينة جيدة جدا فأقول لك ما فيش نجاح الا ان انت انت بتفكر وفي الاخر الموضوع بيروح للإدارة هي بتاخد قرار في الاخر انما بمتالى منع ما فيش حاجة انت بتفكر فيها او حاجة ان انت عايزة تحلم تعمل ايه لما لاقي المساندة والمساعدة يعني احنا طلبنا اجهزة واجهزة غالية كان فيه موافقة على طول يعني انا بص عزيزة والحافظة كل مجلس ادارة هتلاقي حاجة خاصة بقطاع ناشئين بصراحة هم الناس من دين المساحة ان انا اتحرك وانا على اساس المساحة دي بتحرك في امانة ان انا انت قلتلي حارس امين على يعني يعني ابزي كل مجهود كل اللي انا تعلمته في حياتي من كل المدربين من كل الناس اللي اشتغلت معاهم يعني من كابتن صالح سرين طبعا يعني كان ليا فترة معايا كانت كويسة كابتن صالح كابتن طارق كابتن عب صادق يعني مش عايز اقول الاسمانة طبعا المدرسة بقى اللي انا بتعلم فيها دي الوقت الكابتن حوض الخطيب فمدرسة يعني في مدرسة انا شغال عليها فالحمد لله يعني يعني الحاجات دي كلنا انا بحاول ان انا ننقلها فقط انا بحاول نشوف ايه التطور اللي بيحصل في العالم واحنا شغالين عليه القياسات دي احنا بدئين على فكرة بتقول من بداية المسؤول لا احنا شغالين من نهاية المسؤول يعني كل الولاد قبل ما يطلعوا الاجازة خذوا القياسات بتاعتهم وشوفنا هم اصول ايه ورجعنا بعد الاجازة بتادينا نشتغل على جديد يعني شوفنا الفطر التراحة بتاعتهم كتعمل ازاي اللي وزنه ازاي القياسات بتاعتهم واشتغلنا بعد كده شغالين على طول ديلي على الموضوع المسؤول المسؤول مستر فنجادة امبهر من وجود هذه الاجهزة او الوحدة دي بالتحديد جوه الناد الاهلي والله انا بقول له يعني ان شاء الله ان شاء الله كده قرر الزيارة دي بعد فترة هتشوف حاجة تانية خالص غير اللي انت طبعا احنا زي ما اقول لك احنا معانا طبعا مايكل يعني شغال على طول هو بيطلب حاجات على طول وانا بطلب على طول فعشان كده انا على طول مع مجلس دارة وطبعا لجلت التخطيط في البداية كبت المحسن وكبت زكريا مش عايز اقول لك انا عزة شكرهم طبعا ومن الناد بيساعدوني بيقول لك هو وكابت المحسن خطيف طام شاز اقول لك كان في التقرين الساعة خمسة الصبح يعني يعني انا انا بشكره طبعا من خلالكم على ان هو بيلبنا كل اللي احنا محتاجينه يعني السنة دي هتشوف حاجاتك في القطاع كده ما بقول لك بعتات اربعة شهر ان شاء الله هتلاقوا الدنيا كلها تغيرت طبعا موضوع القوصات ده مهم جدا اللعب تحول لرقم ما تقدرش دلوقتي ان انت تشغل على صدفة الصدفة دي خلاص في عالم كرة القادمة الموضوع يعني خلاص بقى لا اللعب بقى رقم دلوقتي لازم ارقام كلها مترتبة ومزبطة بشوف هو راح فين وانت بتعرف دلوقتي اللعب بعد عربها خمس سنين بيروح فين الموهبة مع شوات القياسات الحاجات دي كلها بتعرف هو جاي معاك ولا لا خلاص هو وقف على النقطة دي فاحنا بنحاول الارقام دي ان شاء الله لحاجة تبقى موجودة في النادي كل الكلام ده النادي وبعرف محتاج ايه بنجهز من دلوقتي مستر فنجادة يعني من ضمن الاحاديث الجانبية بيفكرك بموتش الستة واحد وواف يعني يقول لك من اثناء الوقت توليق قادة نادي الزبالك وهو في القادة كان بيسمع الجباهير بتنادي من واحد لستة يعني فكرك بالموتش اعتقد بيرتقى بصداقة مستر فنجاد لا طبعا هو مدرب محترم وان شاء الله يبقى اضافها كويسة للكرة المصرية مدرب يعني عمل شغل كويس اوي في مصر اتمنى بقى انا شخصيا بقى حاول نشئين في مصر يعني بقى لي فترة دلوقتي سنتين في الاكاديمية وسنة في القطاع السنة فادت شفت حاجات كتير او انا لو صبتلي المايك اتكلم على حاجات تفاصيل كتير جدا انا حاول انقلهم كل الكلام ده وحاول اوصل الهم ودورهم بقى ان هم يساعدونا ان احنا يبقى في عندنا نشئين في مصر كواسين احنا كل المدربين كل المدربين طبعا كنت قاعد في القعدة وهم بيتكلم هو مايكل يقولك ان اللعب المصري من احسن اللعب اللي انا شفتها في حياتي بس بينقصوا شوات حاجات كده في حاجات عند اللعيبة وفي حاجات عند المسؤولين فاحنا نحاول يعني نربط الكلام بدل ما نقصنا سبع تمن نقاط نخليهم بتلات رأي يعني مع الوقت نحاول ان احنا يبقى عندنا مجموعة لعيبة مثقفين اللعب المثقف ده بيبقى ميزة ميزة كويسة جدا عكس ان انت تبقى لعبها مش فاهم هو بيعمل ايه لازم لعب يبقى فاهم بيعمل ايه و جسمه فاهم هو بيعمل ايه بيبقى شرفكرة كلها انه يعني 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 بالفطرة فاحنا قررنا يعني لجنة التخطيط وكابتن خطيب قررنا ان احنا مش هنشغل على الصدف احنا هنشغل على المعلومة فاحنا شغالين بقى لنا فترة على المعلومة وربنا يكرمنا بقى والتوفيين عند ربنا شكرك يا كابتن خالد انا حابب يا كريم لو حابب توجه اي سؤال لكابتن خالد بيبو خاصة زي ما قلنا والحارس الامين جدا 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 والمحبوب الحقيقة داخل الملاعب وخارج الملاعب فصبح لنا بس عليه بالنسبة لي تحياتي لكن اود غير التحيات عندها سؤال صباح الخير عليك طبعا يا فاروق كابتن بيبو صباح الفل واكيد ان شاء الله قريب يجلنا ينورنا في الستوديو نعطي دولتي بقى يصحوا بدري جدا فيعني الوقت حيبقى مناسب بالنسبة له انا بس عايز اسأله في حاجة يعني لحد ما مش مرتبطة قوية ولكن اكيد هو ممكن يفيدنا بمعلومات واكاديمية الاهلي للكرة النسائية اللي كانت مبارح اتدت اول التدريبات الخاصة بها لو برضو يطلعنا على تفاصيل عنها فضل يعني قبل ما اروح للكابتن خالد بالنقطة دي بالتحديد انا عايز قولك يا نهواند النقطة دي بالتحديد ان البداية كانت عند الكابتن خالد بيبو يعني هو هيتفاجد الوقت ان بداية اكاديمية الكرة النسائية نهواند بتسأل على اكاديمية الكرة النسائية اثناء توليك قيادة اكاديمية النادي الاهلي قلتلي حلم من احلامي ان انا عندي حاجتين اكاديمية الكرة النسائية واكاديمية للنادي الاهلي في افريقيا نهوان تبتسألك على أكاديمية الكرة النسائية طبعا يعني بشكر كابتشاطة طبعا أنه هو كامل المشوار ده وهو بصراحة يشكر على أنه هو عمل موجود كبير جدا عشان يبقى فيه الأكاديمية الكرة النسائية طبعا يعني وانا كنت موجود كان الموضوع بنسبة لي كمهم جدا أننا يعني أننا يبقى فيه عندي كرة سائلة أنه كان عندي ضغط سواء من الأعضاء هنا في المدية ناصر أو الشيخ زايد بالذات بالزاد المكانين بتوعنا يعني فكان على طول فين الكرة نسائية فين الكرة نسائية أنا كان ساعدتها طبعا كان عندي حاجات كتيرة قوي فكانت محطوطة في الخطة بشكر كابتشاطة طبعا على الموجود الكبير اللي بيعمله وتمناله طبعا التوفيف لأكاديم إحنا كلنا واحد يعني وكلنا قطاع كرة واحد ودي خطوة مهمة جدا وإن شاء الله أن هي تعمل نجاحها كبير خطوة يعني كان فيه ألأ كبير طبعا منها إنما الحمد لله خلاص خطوة اتخذت ومشيت وبقى فيه أكاديمية بنات في الناد الأهلي إن شاء الله كمان يبقى فيه فرقة بعد كده في المستقبل في فرقة بنات في الناد الأهلي هو ده التطور الطبيعي يعني والحمد لله إن هي يعني طبعا هي كل تفاصيل عند الكابتشاطة أنا يعني لسه مزورتهم شو إن شاء الله هزورهم قريب فإن شاء الله يعني تبقى حاجة كويسة وإن هي تنتشر بشكل كبير جدا لأن إحنا شايفين دلوقتي الاهتمام البنات في الكرة بقى مختلف خالص عن زمان دلوقتي بيشجعوا يعني زي هم زي الولاد بالضبط بنفس الحماس ونفس القوة وأنا أنت تتفرج على كرة الماد دلوقتي في كل العالم لأ حاجة يعني لازم تقعد تركز شوية عشان تعرف إن دولة البنات يعني فربنا يكرم إن شاء الله كبشاطة يعمل حاجة كويسة وإن شاء الله يبقى فيها عدد كبيرة ويبقى فيها مواهب كتيرة شكرا كابتن خالد وبالتوفيه دايما شكرا لك ربنا خليك شكرا كريم نهواند دا كان لقانا مع الكابتن خالد بيبو عايزة منكم قبل ما نختم بمستقبل النادي الأهلي عندنا نجوم كتير وعندنا فرق كتير جدا يعني الكابتن خالد بيبو بيتولى يعني قيادة 11 فريق 5 فرق في البراعم 2013 و12 و11 و10 و9 و6 فرق في قطاع المسابقات 2008 و2007 و2006 و2005 و2003 و2001 كلهم مليئين بالنجوم والمواب نتطمن على مستقبل النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزمالية في الستوديو خالص شكر لزمين العزيز فاروق صلاح وتحياتنا كابتن خالد بيبو تحياتنا كابتن خالد بيبو بيبو باستوى